كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري وفان بهذه الرسالة من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين المؤتمر الصحفي الأول في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة هذه التصريحات التي خرجت اليوم عن هذا المؤتمر التي تخص بشكل أساسي ورئيسي القضية الفلسطينية وما يحدث على الساحة الآن والاعتداءات الغشمة لقوات الاحتلال على سكان قطاع غزة نتحدث في البداية عن التأكيدات المصرية من الجانب المصري على حل الدولتين وبالطبع وقف الاعتداء المباشر على الشعب الفلسطيني وكان هناك بالطبع عدد من الأسئلة للسادة الوزراء ولكن كان من أهم هذه النقاشات هي العزاء الكامل لجميع الضحايا في الشعب الفلسطيني والشهداء وتحديدا الشهداء الصحفيين التي تعدت أرقامهم أكثر من 107 شهيد حتى الآن من الصحفيين كان هناك تضامن كبير من الدولة المصرية وأيضا من الدولة الألمانية حول تعزية السادة الصحفيين وأيضا ذويهم في استشهادهم خلال الأحداث في الفترة السابقة من أهم أيضا ما طرحه في هذا المؤتمر الصحفي اليوم هو آليات جديدة لإدخال أو سرعة وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآليات جديدة لفتح معابر أخرى بجانب معبر كرم أبو سالم ومعبر نتسانيا الذي كان في الأساس يدخل من خلاله المساعدات في بداية الأحداث ثم بعد ذلك تم فتح معبر كرم أبو سالم ولكن هناك مناشدات كبيرة لدخول معابر أخرى في الخدمة لدخول شاحنات أكثر للأشقاء في فلسطين تم التأكيد بشكل مباشر من الدولة المصرية على دعم القضية الفلسطينية وإقامة حل الدولتين أما الجانب الآخر الجانب الألماني الذي تحدث أيضا عن دعمه للجانب الإسرائيلي ولكن أيضا من أهم مقاله هو التضامن مع مصر ووجه الشكر أيضا لمصر على ما يتم هناك في العريش ورفعه ستتحرك أيضا بعد هذه الزيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى رفعه العريش لرؤية ما يعته على أرض الواقع من المنظمات المختلفة ومن الهلال الأحمر المصري وآخر بالطبع التحركات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في فلسطين